شهدت جامعة سان دياغو في ولاية كاليفورنيا تنفيذ عدة اعتقالات خلال قيام الشرطة بتفكيك مخيم الطلاب الرافضين للحرب في قطاع غزة واستبقت الشرطة اعتقالاتها بإعلانها أن تجمع غير قانوني وأمرت المتظاهرين بالمغادرة مضيفة أن الاعتقالات شملت الطلاب الرافضين للمغادرة في سياق متصل كذلك قالت رئيسة جامعة جورج واشنطن بالعاصمة واشنطن أن الاعتصام الذي ينفذه طلاب معارضون للحرب في قطاع غزة غير قانوني وإنه بات يشكل خطرا على الجامعة في بيان على موقعها الإلكتروني قالت جامعة لوس أنجلس في كاليفورنيا أن الحرم الجامعي سيستأنف أنشطته الاعتيادي حتى نهاية الأسبوع الجامعة أضافت أن قوات حفظ النظام ما زالت في الحرم الجامعي لضمان الأمن وأعلنت جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس الجمعة تعليق الفصول الحضورية ونقلها عبر الإنترنت بعد أن أخلط قوة كبيرة من الشرطة مخيما للطلاب المعتصمين وبينما دع البيت الأبيض للحفاظ على النظام أعلن عميد الجامعة جيم بلوك عن تغييرات عجلة في إدارة أمن الحرم الجامعي وكشف أن مكتبا جديدا بقيادة رئيس شرطة سكرامينتو السابق ريك برازييل سيشرف عليها وهزت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين ومعارضة للحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة جامعات أمريكية عدة منذ أسابيع شهدت استدعاء شرطة لفضها وتنفيذا لاعتقالات جماعية وبلغت الأوضاع ذروتها منتصف الأسبوع الماضي مع وقوع اجتباكات بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين مؤيدين لإسرائيل وقال بيان إن جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس تحتاج إلى وحدة وقائد مسؤوليته الوحيدة أمن الحرم الجامعي لما وصفه بإرشادهم خلال لحظات التوتر وفي جامعة كولومبيا ألغي حفل التخرج على مستوى الجامع والذي كان من المقرر عقده في الخامس عشر من الشهر الجاري أما جامعة جورج واشنطن بالعاصمة فقد أعلنت رئاستها أن الاعتصام غير قانوني وأصفته بأنه بات يشكل خطرا على الجامعة وقالت مديرة الجامعة إن المظاهرات التي تحدث في ساحتها لا يمكن وصفها بالسلمية يأتي ذلك في وقت يقول فيه المعتصمون إن اعتصامهم بساحة الجامعة سوف يظل مستمرا على الرغم من البيان الصادر من قبل رئيسة الجامعة وكان أعضاء جمهوريون من مجلس النواب قد زاروا ساحة الاعتصام في الجامعة وتحدثوا إلى الطلاب المعتصمين طالبين منهم إنهاء الاعتصام وإخلاء الساحة المركزية وهو الأمر الذي رفض الطلاب الاستجابة له النواب الجمهوريون وجهوا دعوة لعمدة العاصمة واشنطن موريال بازور للشهادة أمام الكونغريس الأربعاء المقبل حول قرارها برفض الطلب من شرطة واشنطن التدخل لفض الاعتصام ومن جانبها قالت العمدة في رد لها على دعوة الأعضاء الجمهوريين لفض الاعتصام إنه سيكون من الأفضل لهؤلاء النواب التركيز على انشغالات مواطنيهم في مقاطعتهم الانتخابية بدلا من الحديث عن شؤون مدينة واشنطن إذن هنا نفتح النقاش مع شبكة مراسل الحرة من ولاية كاليفورنيا معنا مراسل الحرة ناصر عبد الحق وكذلك من واشنطن مراسل الحرة رابح فلالي هنا في الاستيديو مرحبا بك رابح لعلي أبدأ معك رابح وأنت لدينا هنا في الاستيديو ما هو ملخص حرب التصريحات هذا الذي دخلت فيه الجامعات دخل فيه الطلاب وكذلك أيضا يبدو أن عمدة مقاطعة كولومبيا له تصريح كذلك في هذا الشأن بالفعل الحسن كان يوما مزدحما بسلسلة بيانات وتصريحات سواء من قبل رئيسة الجامعة التي كانت قد أصدرت بيانا الليلة الماضية في وقت مبكر تحديدا من صباح اليوم وتحدثت فيه بلغة غير مسبوقة تجاه حركة التظاهر التي تستمر الآن للأسبوع الثاني على التوالي في جامعة جورش واشنطن عندما وصفت بأن المظاهرات وحالة الاعتصام التي تحدث الآن داخل الحرم الجامعي أنها غير قانونية وغير سلمية وأنها باتت تشكل خطر وهي طبعا تلميحات لأنها باتت جاهزة الآن لاتخاذ خطوة باتجاه فض هذا الاعتصام وهو الأمر الذي تأكد أيضا بعد ساعات من ذلك عندما طلبت من شرطة واشنطن التدخل وقالت في بيانها الصادرة عن رئاسة الجامعة قالت أن قوات الأمن المخصصة للحرم الجامعي لا تملك الأدوات الكافية لفض الاعتصام ولذلك هي توجهت بالطلب إلى شرطة واشنطن وهذا الذي تم فعلا في وقت لاحق حيث دفعت شرطة العاصمة بالكثير من التعزيزات في مقابل ذلك الطلبة أصدروا بيانا يتهمون فيها رئاسة الجامعة بأنها استمعت إلى جميع الأطراف في إشارة إلى أن رئيس الجامعة التقت في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأعضاء من الكونغرس بمسؤولين عن العاصمة بأعضاء في مجلس مدينة واشنطن لكنها لم تلتقي بالطلبة طرف الأساسي في هذه القصة بعد جديد التأكيد أن هذا الاعتصام سوف يستمر إلى غاية تحقيق المطالب التي يرفعها هؤلاء الطلاب ورد تلك الاتهامات التي تقول فيها رئاسة الجامعة بأن الطلبة بصدد ارتكاب خروقات وأن هناك عناصر من خارج الجامعة هي أيضا جزء من المعتصمين هذا التطور التالي الذي كان في الساعات الماضية هناك تطور آخر وهو ربما أكثر أهمية حيث الجميع في واشنطن الآن يترقب وينتظر رأي العمدة عمدة المدينة التي تقول أيضا هي من جانبها أنها لم يتغير الموقف سواء طلبت عمدة رئاسة الجامعة وصول الشرطة من عدم ذلك فإنها لم تسمح بتدخل قوات الأمن لفضل الاعتصام أكثر من ذلك أن العمدة تثمن الحركة الطلابية الاحتجاجية وهي تعيد ما قالته في مناسبة سابقة أن هذه الحركة هي تزيد من قيمة أمريكا على أساس أن هؤلاء الطلاب هم بصدد تنفيذ وتحقيق مبدأ دستوري أمريكي أساسي وهو الحق في التعبير والتعبير عن أرائهم هذا جانب جانب آخر الآن هناك الحدث الأهم في كل الحالات وهو حدث الأربعاء القادم الآن النواب الجمهوريون الذين جاءوا إلى سحة الاعتصام الأسبوع الماضي انتهوا إلى توجيه الدعوة إلى عمدة المدينة ورئيسة شرطة واشنطن أيضا للمساءلة أمام الكونغرس لماذا تأخرت حركة الاستجابة بالنسبة لعمدة المدينة وشرطة العاصمة في التدخل حتى هذه اللحظة لكن هذا الشكل من أشكال الانقسام القائم الآن في العاصمة واشنطن كما تعرف الحزن أن إدارة واشنطن هي تختلف عن باقي الولايات الأمريكية باعتبارها مقاطعة والمقاطعة إدارتها تتم بالشراكة بين العمدة المدينة المنتخب وبين الحكومة الفيدرالية باعتبار أن الحكومة الفيدرالية مقراتها الأساسية في العاصمة واشنطن ولذلك الترقب الآن ماذا يمكن أن يحدث في الساعات القادمة ولكن الأكثر ترقبا وانتظارا هو إلى ماذا سوف تنتهي جلسة الأربعاء القادم خاصة أن هناك نواب من الحزب الجمهوري في الأغلبية الجمهورية داخل مجلس النواب وبالتالي جلسة ستكون حساسة بشكل كبير لجميع ويتحدثون أيضا عن سلسلة عقوبات قد يصل بعضها إلى منع التمويل الفيدرالي للحكومات التي ترفض التعاون مع مجلس النواب عظيم رابح دعنا أيضا نلقي نظرة كذلك على كاليفورنيا مع ناصر ناصر هل وصلت حدة التضارب وقوة ما يجري اليوم بين الشرطة والطلاب كالذي وصل قبل قليل وأسعرضه معنا رابح فلالي من تصريحات وتصعيد في المواقف؟ نعم آخر التصعيد جرى هنا في ولايات كاليفورنيا كان في جامعة كاليفورنيا بسن دياغو حيث قامت السلطات الأمن أو الشرطة بمهاجمة مخيم الاعتصام الذي أقامه الطلبة داخل الجامعة منذ نحو أسبوع ومنذ الصباح قامت باعتقال 64 من الطلاب قيل بأن هناك 40 منهم من الطلبة وهناك 24 من خارج الجامعة وليسوا من الطلبة وتم احتجازهم في أحد الأماكن داخل الجامعة وبعد ذلك جاءت سيارة حافلة كبيرة لنقلهم إلى مراكز الاعتقال هنا في جامعة إيرفاين كما نشاهد خلفنا يستمر هذا المخيم مخيم الاعتصام وهذه الحركة الاحتجاجية والتي تزداد شعلتها يوما بعد يوم وتأججها وكما نشاهد خلفنا تزداد أعداد المشاركين في هذا الاعتصام ربما اليوم خاصة وأن هناك كان جماعة ممن يقولون بأنهم يناصرون إسرائيل ويقفون ضد معادات إسلامية قاموا بجولة ومسيرة داخل هذه الجامعة يحملون يافطات لإحياء ذكرى المحرقة كما يقولون أو ذكرى الهولوكوست لكن لم نشاهد هنا في هذه الجامعة أي احتكاكات ما بين الجانبين حيث كان أولئك يقومون بنشاطهم في مكان بعيد نوعا ما عن هذا المخيم مخيم الاعتصام لكن كما ذكرتم في الأخبار هناك توتر كبير خاصة في جامعات كاليفورنيا وهناك أيضا على المستوى الحكومي كان هناك مشرعين جمهوريين عن ولاية كاليفورنيا قد اقترحوا قانونا لمعاقبة كل طالب يقوم بأعمال يصفونها بأعمال عنف وتظاهر داخل الجامعات ومنعهم من الحصول على التعم المادي لكن هناك من يرى بأن ذلك الاقتراح ربما لن يلقى قولا خاصة وأن يعارضه العديد من المشارعين الديمقراطيين نصر عبدالحق مراسل الحرة من ولاية كاليفورنيا شكرا جزيلا لك كذلك أيضا ربح فلال مراسل الحرة في واشنطن وأنت معنا هنا في الاستوديو شكرا جزيلا لك أيضا هذا هو المشهد الحالي داخل جامعة كولومبيا خيام الاحتجاج ما زالت قائمة لتحدي واضح للإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة في الأيام الأخيرة توني ناداف الحرة نيويورك تونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيونيوني شكرا